السعودية تعلن وقفاً شاملاً لإطلاق النار لمدة إسبوعين من جانب واحد على وقع التداعيات الخطيرة لفيروس كورونا بات قرار وقف إطلاق النار ممكناً بعد أن بقي في إطار التأييد المبدأ من جانب الرياض لإعلان الحكومة الشرعية قبولها بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف لوقف إطلاق النار في اليمن تصدر نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مشهد التطور الجديد هذا بسلسلة تغريدات عبر حسابه في تويتر قدمت دليلاً قوياً على انخراط الحكومة السعودية بجدية في إنفاذ هدنة تحتاجها الرياض قدر حاجة اليمنين لها في هذا الظرف الاستثنائي والعصيب من تاريخ العالم موضحاً أن قرار بلاده جاء بناء على دورها الرائد وسعيها الدائم للسلام ومسؤوليتها لتحقيق الاستقرار في المنطقة في هذه الظروف الصعبة وحرصها كذلك على دعم كل الجهود للوصول إلى حل سياسي شامل بين مكونات الشعب اليمني ودعمها جهود المبعوث الأممي مشدداً على أن الفرصة أمام الحوثيين لإثبات جدياتهم أمام العالم وإعلائهم لمصلحة اليمن بدلاً من مصالح أطراف خارجية المتحدث باسم التحالف دعم الشرعية في اليمن العاق التركي المالكي أوضح من جهته أن الهدنة التي ستستمر أسبوعين قابلة للتجديد وأنها تهدف إلى تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص للأمن العام للأمم المتحدة لليمن لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين وفريق عسكري من التحالف تحت إشراف المبعوث الأممي لبحث مقترحاته بشأن خطوات وآليات تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل دائم في اليمن وخطوات بناء ثقة الإنسانية والاقتصادية واستئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية للوصول إلى مشاورات بين الأشقاء اليمنيين للتوصل إلى حل سياسي شامل في البلاد حتى هذه اللحظة سجلت الحكومة غياباً لافتاً عن حدث يتعلق بمصير المواجهات الوجودية التي تدور مع مليشيا الحوثي في وقت أثار فيه قرار وقف إطلاق النار استياءاً واسعاً خصوصاً وأنه يأتي على وقع تقدم كبير أحرزه الجيش الوطني في معظم الجبهة الرئيسية كاد معها أن يستعيد مدينة الحزم وبعد انتشار موجة من التفاؤل بتحول في الموقف العسكري للرياض ما سمح بحصول الجيش على الأسلحة والدعم الجوي مستعيداً أجوء الحرب التي سادت قبل خمسة أعوام الحوثيون من جهتهم أستغلوا التحرك الأممي على خلفية وباء كورونا لفرض رؤيتهم لسلام شامل لا يقططع من مكاسبهم السياسية والعسكرية ويحرصون من خلاله على التحرر من المرجعية الثابتة للسلام وللعملية السياسية ولا يرون في الحكومة الشرعية طرف من الأساس وفقاً لمجائف وثقتهم المعروبة للسلام في اليمن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر